اعلنت وزارة الصحة تمديد موعد الجرعة الثانية لتطعيم سبوتنيك ويعادة جدولتها حتى وصول الدفعات الجديدة وذلك بسبب اعادة جدولة عمليات الانتاج والتوريد للشركة المصنعة مؤكدة ان التمديد في اخذ الجرعة الثانية لن يؤثر على فاعلية التطعيم وان زيادة الفترة ما بين الجرعتين قد يؤدي الى زيادة فاعلية التطعيم في بعض الحالات واشارت الوزارة الى تواصلها مع الشركة المصنعة لتطعيم سبوتنيك لتوفير الكمية اللازمة والتأكد معها من مواعيد تسليم الشحنات للمملكة مؤكدة بان جميع المسجلين لتطعيم سبوتنيك سيتم العمل على اعادة جدولة مواعيدهم للجرعة الثانية عبر تطبيق مجتمع واعي وفقا لمواعيد الدفعات الجديدة المقرر وصولها للمملكة